قالت وزارة الدفاع الألمانية أن ألمانيا سلمت إلى أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تشمل الذخائر والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي ووحدات عديدة من رادار المراقبة والخوذات والبناتق الهجومية هذا وذكرت الوزارة أن إجمالية المواد العسكرية التي قدمتها ألمانيا إلى أوكرانيا قد بلغ 5 مليارات و400 مليون يورو فضلا عن تعهد ألمانيا برفع دعمها لكييف إلى 10 مليارات و500 مليون يورو في السنوات القادمة وسبق أن أصدرت روسيا مذكرات لجميع الدول بما فيها الولايات المتحدة بشأن توفير الأسلحة إلى أوكرانيا وحذرت قائلة أن كل المواد التي تحتوي على أسلحة أوكرانية ستصبح أهدافا شرعية لروسيا كما ذكرت روسيا أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يساعد في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية